اشتركوا في القناة تمر مملكة البحرين في تكثيف جهودها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وسرعة العودة للحياة الطبيعية حيث أن مسارات العمل التي تم اتباعها مستمرة بحسب مستجدات التعامل مع الفيروس محليا وعالميا عملية التحصين في غاية الأهمية حيث أن المناعة المجتمعية المكتسبة تسهم في تقليل نسب انتقال العدوى وبالتالي القضاء على الفيروس وقد أطلقت مملكة البحرين الحملة الوطنية للتطعيم وهي من أوائل الدول التي وفرت للمواطنين والمقيمين مختلف أنواع التطعيمات المضادة للفيروس وبشكل مجاني ما شاء الله الكادر الطبي والتنظيم والإداري على أكثر من روعة والإجراءات جداً سهلة فننصح الجميع أن يجوني يطعمون المفوض الكل يأخذ التطعيم أنا ما أتوقع أن التطعيم لو ما كان شيء يعني إيجابي حق الناس ما كانت الدولة راح يتوجهها وحتى العالم كلها راح يتوجهها أتوقع شيء ضروري يكون حق الكل بالعكس ما في شيء يخوف يعني جداً سهل لو بالعكس أنصح أي واحد أن يتوجه ويأخذ التطعيم عشان يعني حفاظاً على السلامة وسلامة الآخرين وقد جددت وزارة الصحة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد التي يتم تحديدها للفحص من المركبات حيث أنه يسهم في تعزيز عملية الفحص المختبري ودعم جهود الفريق المعني بالفحص وتسهيل أداء مهامه بكل سهولة ويسر هذا وتسعى وزارة الصحة للوصول بسرعة إلى الحالات القائمة والمخالطين وإضافة مراكز فحص جديدة ومجهزة بأفضل المواصفات والمعايير الطبية كما وتؤكد الوزارة على همية مواصلة التزام الجميع بتطبيق الإرشادات والتوجيهات وتنفيذ كافة الإجراءات التي يعلن عنها من الجهات الرسمية المختصة من أجل تعزيز صحة وسلامة المجتمع تسخر مملكة البحرين كافة الطاقات والإمكانيات الهادفة إلى استمرار التصدي للفيروس وضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين في البحرين بالسواعد الوطنية المخلصة من الطواقم الطبية والصحية بالإضافة إلى تسخير كافة الطاقات والإمكانيات الهادفة إلى استمرار التصدي للفيروس الجهود الوطنية تمثل إطار عمل يسترشد به فريق البحرين الوطني الطبي في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين بما يسهم في القضاء على جائحة فيروس كورونا